مهام المقتصين بالمدرسة في الاختبارات النهائية مهام الموجه الطلابي في الاختبارات النهائية متابعة وضع طلاب المقطعين والتعرف على سبب انقطاعهم والرفع بها إلى مكتب التعليم التوجيه الطلابي للتنزيق مدرات الاكتبارات والقبول وعظم طيق قيدهم إلا بعد التأكد التاب من ذلك توعية الطلبة وتهيئتهم للاستعداد للاختبارات التواصل مع أولياء الأمور في حال تأخر غياب الطلبة عن الاكتبارات والحالة الطارئة مشاركة المعلمين في تحليل نتائج الطلبة ومتابعة مستوى تقويم الطالب غير المتقن خلال العام الدراسي تحويل حالة التأخل للطالب الذي لم يجد التجوى مع البرامج العلاجية البرامج المسالدة بعد إشعار ولي الأمور أهم المعلم الملاحظ في الاكتبارات النهائية التوجيه إلى لجنة المكلف بها قبل ربع ساعة من بداية اكتبار الفترة أو الاكتبارات النهائية توجيه الطالب بجلوس في المكان المخصص له حسب الاسم ورقم الجلوس بعد التأكد من هويته تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة وعدم استخدام الهاتف والجوال والحديث الجانبي داخل قاعة الاختبار لما يسببه ذلك من تشويش التأكد من توزيع نماذج الأسئلة الصحيحة على الطلاب في قاعة الاختبار والتأكد من عدل الأوراق التأكد من قيام الطالب من كتابة الاسم الصريح وإجابة ولون الأزرق ويمكن لطالب صف ثالث لابتداء استخدام القلم الرصاص على ورقة الإجابة يبناء الإجابة عن استفسار في الأسئلة بما يوحي بالإجابة أثناء الاقتبار أما في حالة وجود كلمات غير واضحة فيمكن رئيس اللجنة توضيح ذلك لأنه ضرورة بالتنزق مع معلم المادة تطبيق ضابط التصحيح الآلي في أعمال الاقتبارات المدرسة المطبقة وفق للتعمير المنظم لذلك التعامل مع الطالب المخالف لأنظمة الاقتبار وفق إجراءات لائح التقويم الطالب وتسجيل محضر ذلك والتوقيع عليه من الملاحظة المشرفة على اللجنة الطالب الغائب يكتب كلمة غائب أمام اسمه في كشف تسليم أوراق الإجابة كشف المنظم ويعمل محضر وفق النموذج يتمح لأي طالب بتسليم أوراق الإجابة قبل مدينة في الوقت المحذر للإجابة إلا إذا اقتضل ضرورة صحية لطالب ما فيمكن خروضه بعد التأكد من وضعه وموفقة مدينة المدرسة والتوقيع في كشف تسليم أوراق الإجابة كشف المنظم التأكد من أوراق الإجابة عند الاستلام ترتيب أوراق إجابة كل مادة حسب ترتيب الطلاب في اللجان تسليم أوراق الإجابة للجنة المشرفة الملاحظة عقب انتهاء موعد اقتبار أو خروج آخر طالب نقاعة لكل مادة والتأكد من تسلس الأرقام الجلوس ومطبقة الأسماء وفقا للكشوف المعدة مسبقا وأن يكون للطالب إما أوراق الإجابة أو استمرارة غياب لكل مادة القيام بأي مهام أقرأت من تقليبها في مجال اقتصاصه